السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم تبعيني قرام و تبعيني قناة من الاخر و خلاصة معكم محمد دور الدين خلنا نتكلم عن ترتيب فرق الدورة لمصر الممتاز و ترتيب الهدفين قبل مباراة القمة اللي هاكون بإذن الله تعالى اليوم الاحد 18-04-2021 و هنعمل فيديو برضه بعد المباراة بإذن الله تعالى امس او لاني عددت الساعة 12 صبح يعني 12 صباحا فانا بقول اليوم الاحد وامس السبت تمام قلناها واضحين يعني دلوقتي انتهت مباراة بيرامجز من يعني تقدر تقول كده من كم ساعة من ساعتين مثلا هنشوف اللي حصل فيها هنكلم عن ترتيب فرق الدورة لمصر ولكن اقول لك النتائج المباراة من يوم الاربعاء الماضي 14-04-2021 حيث تعادل بيرامجز امام مصر المقصة واحد واحد و احرز هدف بيرامجز محمد فرق في الديا خمسة وهدف مصر المقصة مجدي في الديا 79 والمباراة دي كانت في الجولة 16 طبعا فيه تخبط في الجولات دلوقتي يعني امس او يوم الجمعة الماضي 16-04-2021 الجونة فاز على ام بي واحد صفر احرز الهدف نور السيد في الديا 83 والمباراة دي كانت في الجولة 17 اما يعني من دقائق السبت 17-04-2021 غزل المحلة تعادل امام بيرامجز اتنين اتنين احرز هدفه غزل المحلة هشام نبوي في الديا خمسة وعشرين والهدف السنة عن طريق الندري في الديا 94 هدفه بيرامجز عن طريق محمد الجباس في الديا ستين وديغو رولان في الديا ستة وستين مباراة الكمة يكون عادة باذن الله تعالى اليوم الاحد 18-04-2021 ساعة 9.5 ميسان بتوقيت مصر الكنال ناقل على انتايم سبورس اتش دي 1 خلنتعرف على ترتيب فرق الدوري المصر الممتاز بعد هذه المباريات في الايام القليلة للسابقة متماعي الكرام في المركز الاول الزمالك برسل 33 نقطة من 14 مبارا المصري في المركز الثاني بـ 29 نقطة من 18 مبارا الاتحاد سكندير المركز الثالث بـ 28 نقطة من 17 مبارا والاهلي في المركز الرابع بـ 27 نقطة من 11 مبارا بيرامجز في المركز الخامس بـ 27 نقطة من 17 مبارا مصر المقاصة لمركز السادس بستة وعشرين نقطة من سبعتاشر مبارا سيراميكا كوليباترا لمركز السابع بخمسة وعشرين نقطة من تمنتاشر مبارا سموحة في المركز السامن بربعة وعشرين نقطة من سبعتاشر مبارا انبي المركز التاسع أربعة وعشرين نقطة من سبعتاشر مبارا الجونة لمركز العاشر بربعة وعشرين نقطة من تمنتاشر مبارا غزل المحلة المركز الحالي عشر بربعة وعشرين نقطة من تمنتاشر مبارا سوان المركز الثاني عشرة بعشرين نقطة من سبعتاشر مباراة طلاع الجيش المركز الثالث عشرة بسبعتشر نقطة من تمانتاشر مباراة وهدي دجل المركز الرابع عشرة بستتاشر نقطة من تمانتاشر مباراة المولي العرب المركز الخامس عشرة بخمساشر نقطة من سبعتاشر مباراة البنك الاهلي المركز السادس عشرة باربعتشر نقطة من سبعتاشر مباراة الاسماعيل المركز السبع عشرة باربعتشر نقطة من تمانتاشر مباراة الانتاج لحارب المركز الثامن عشر والاخير باثنشر نقطة بسبعتشار مباراة انا عارف ان دواشتك بعدد المباريات ولكن في اختلاف كبير جدا في عدد المباريات بالنسبة للفرق خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين متمع الكرام تصدر الهدفين احمد سامر لعب طلع الجيش برسيد تسعة اهداف المركز الثاني حسام حسن لاعب سموحة بثمانية اهداف وعمر كمان لاعب المصري وفي المركز الثالث يوسف اوباما لاعب الزمالك يوسف اوباما بسبعة اهداف واحمد ياسر ريال لاعب سرموكا كلبطرا المركز الرابع رامضان صبحي لاعب برامد زبستة اهداف وتشيملز بيكلي لاعب مصر المقصة وعمر جمال لاعب طلع الجيش وارزاك سيسي لاعب لتحاد سكندر وشريف عادل لاعب سرموكا كلبطرا وفي المركز الخامس اشرف بن شرقي لاعب الزمالك واحمد الشيخ لاعب غزل المحل بخمسة اهداف وباسم مرسي لعب مصر المقصة وجينو الكوئي لعب امبي ومصطفى فتح لعب سموحة ومحمد هلال لعب ودي ديجلة وعمر السعيد لعب الجونة ورامي صابري لعب امبي وروماريو ويليامز لعب تحاد سكندري كان معكم محمد نور الدين من قناة الاخر خلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس ونراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته